أهلا أعزائي مرة ثانية أنتوا عم بتشاهدوا برنامج ليكن نور وحديثنا في هذه الحلقة عن مثل قالوا الرب يسوع المسيح في بشارة متى في الإنجيل المقدس إصحاح 13 ومعنا أخ مش ضيف خلينا أقول في هذا الستوديو الأخ إليا كورولوس الأخ إليا هو خادم الإنجيل رجل الله خادم متجول والله عم بيستخدمه في مصر في أوروبا في أستراليا في شمال أمريكا في الدول العربية في كل أنحاء العالم أهلا وسهلا أخ إليا أهلا بيك أخ نزار فرحان مرة تاني أكون في برنامجكم الرائع حبيبي ربنا يباركك وإنت لسه شباب على الصفر الكتير والمسافات اللي قطعتها بالخدمة اللي الله عم بيستخدمك فيها شكرا طبعا الاختيار الموضوع بصراحة كنت أنا بتكلم أنا إياك والرب شغلك في هذا الموضوع وفعلا لما أنت تكلمت عن الحنطة والزوان أنا بتديت أقرأ وأجهز وأحضر لأنه موضوع شيق وبعتقد كمان مناسب للحالة اللي إحنا موجدين فيها في هذه الأيام رح نقرأ من بشارة متى لكن خليني أسألك السؤال الأول أنت كخادم ليش اخترت هذا الموضوع حقيقة من نتيجة الإشكال والأسئلة والحالة من الفوضى الموجودة الأيام ديت أخ نزار كتير قوي من الصور المزيفة اللي موجودة جوه الخدمة وجوه المسيحية وده بيسبب ألأ وبسبب عثرة للكسرين والبعض بيسأل هل دولة مؤمنين اللي بيعملوا التصرفات ديت ولا لأ ده اللي خلى ذهني وقلبي مشغول بالموضوع دوت وقلت لحدك محتاجين نتكلم في الأيام ديت عن الحنطة المؤمنين الحقيقيين وعن الزوان المزيفين اشتركوا في القناة